الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون لقوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في برنامجكم عالم الملائكة سنتحدث عن عبادة الملائكة وهذه نظرة في طبيعة الملائكة فالملائكة مطبوعون على طاعة الله تبارك وتعالى ليس لديهم القدرة على العصيان قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فطرقهم للمعصية وفعلهم للطاعة جبلة فيهم لا يكلفهم أدنى مجاهدة لأنه ليس لديهم شهوة ولعل هذا هو السبب الذي دعا فريقاً من العلماء إلى القول إن الملائكة ليسوا بمكلفين وإنهم ليسوا بداخلين في الوعد والوعيد أقول إن الملائكة ليسوا بمكلفين بالتكاليف نفسها التي كلف بها بن آدم أما القول بعدم تكليفهم مطلقاً فهو قول مردود فهم أمورون بالعبادة والطاعة قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وفي الآية أنهم يخافون ربهم والخوف نوع من التكاليف الشرعية بل هو أعلى أنواع العبودية كما قال الله تبارك وتعالى وهم من خشيته مشفقون خائفون وجيلون مكانة الملائكة خير ما يوصب به الملائكة أنهم عباد الله ولكنهم عباد مكرمون ودعوى المشركين في أن الملائكة هم بنات الله دعوى باطلة لا نصيب لها من الصحة وقد أكذب الله القائلين بهذا القول وبيّن حقيقة الملائكة ومكانتهم في أكثر من موضع من كتاب الله قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين فالملائكة عباد يتصفون بكل صفات العبودية قائمون بالخدمة منفذون للتعاليم وعلم الله محيط بهم لا يستطيعون أن يتجاوزوا الأوامر ولا أن يخالفوا التعليمات الملقات إليهم خائفون وجلون وعلى احتمال أن بعضهم تعدى طوره فإن الله يعذبه جزاء تمرده ومن تمام عبودية الملائكة أنهم لا يتقدمون بين يدي ربهم مخترحين ولا يعترضون ولا يعترضون على ما أمر من أوامره بل هم عاملون بأمره مسارعون مجيبون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون به فالأمر يحركهم والأمر يوقفهم جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام ألا تزورنا أكثر مما تزورنا قال فنزلت الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وأما نماذي عباداتهم فهم مكلفون بطاعته وهم يقومون بالعبادة والتكاليف بيسر وسهولة وإليك بعض العبادات التي حدثنا الله عنها أو النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقومون بها أول العبادات التسبيح فالملائكة يذكرون الله تعالى وأعظم ذكره التسبيح يسبحه تعالى حملة عرشه قال تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم وتسبيحهم لله دائم لا ينقطع لا في الليل ولا في النهار قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولكثرة تسبيحهم فإنهم هم المسبحون في الحقيقة وحق لهم أن يفخروا بذلك قال تعالى حكاية عنهم وإنا لنحن الصاف وإنا لنحن المسبحون وما كثرة تسبيحهم إلا لأن التسبيح أفضل الذكر روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذكر أفضل قال مصطفى الله لبلائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده الله أكبر سبحي نفسي وصلي عند سطو العاديات فإذا القلب تنزى من تباريح الحياة رقرق النفس دموعا واسك بيها في الصلاة فإله الكون يسقي للنفوس الباكيات ثم الاصطفاف قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها وعندما سئل عن كيفية اصطفافهم قال صلى الله عليه وسلم يتمون الصفوف ويتراصون في الصف رواه مسلم وفي القرآن الكريم عن الملائكة قال الله وإنا لنحن الصافون وهم يقومون ويركعون ويسجدون ففي مشكلة الآثار للإمام الطحاوي وفي المعجم الكبير للطبراني عن حكيم بن حزام قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم أتسمعون ما أسمع قالوا ما نسمع من شيء قال إني لأسمع أطيط الصماء أي صوتها وما تلام أنطئط أي تصوت ما فيها موضع شبر إلا عليه ملك ساجد أو قائم إلى يوم القيامة ثم يوم القيامة يقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك وهم منظمون في كل شؤونهم فالملائكة منظمون في عبادتهم وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الاختداء بهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف ويتراصون في الصف وفي يوم القيامة يأتون صفوفا منتظمة قال ربنا تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا ويقفون صفوفا بين يدي الله تبارك وتعالى قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا والروح جبريل وانظر إلى دقة تنفيذهم للأوامر ففي صحيح مسلم ومسند أحمد عنانس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من من أنت فأقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول الملك بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك ويمكن أن نلاحظ دقة تنفيذهم للأوامر من استعراض حديث الإسراء إذ كان جبريل عليه السلام يستأذن في كل سماء ولا يفتح له إلا بعد الاستفسار الله أكبر أما عصمتهم فقد نقل الصيوطي عن القاضي عياض رحمه الله أن المسلمين أجمعوا على أن الملائكة مؤمنون فضلاء واتفق أي إمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين سواء في العصمة مما ذكرنا عصمتهم منه وأنهم في حقوق الأنبياء والتبليغ إليهم كالأنبياء مع الأمم واختلفوا في غير المرسلين منهم فزهب طائفة إلى عصمتهم جميعا عن المعاصي واحتجوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاز شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وبقوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وبقوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وقوله تعالى كرام بررة وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فهم معصومون عن الخطأ والزلل وعن ارتكاب كل أمر حرمه الله تبارك وتعالى ما يزال حديثنا عن عالم الملائكة عبادة الملائكة وهم أيضا يحجون كما يحج المسلمون إلى مكة فللملائكة كعبة في السماء السابعة يحجون إليها هذه الكعبة هي التي أسمعها الله تعالى البيت المعمور وأخسم بذلك في صورة الطور والبيت المعمور قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته السماء السابعة ثم رفع به إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم يعني ذلك أنهم يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم والبيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة ولهذا وجد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مسنداً ظهره إلى البيت المعمور لأنه باني الكعبة الأرضية والجزاء من جنس العمل وذكر العلامة ابن كثير أن البيت المعمور بحيال الكعبة أي فوقها لو وقع لوقع عليها وذكر أن في كل سماء بيتاً يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة وهو الذي ذكره ابن كثير من أن البيت المعمور بحيال الكعبة مروي عن علي ابن أبي طالب أخرج ابن جرير من طريق خالد ابن عرعرة أن رجلاً قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه ما البيت المعمور قال بيت في السماء بحيال البيت حرمة هذا في السماء كحرمة هذا في الأرض يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه وقال قتاداً زكر النبي صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابه فقال هل تدرون بل بيت المعمور قال الله ورسوله أعلم قال فإنه مسجد في السماء تحته الكعبة لو خر خر عليها كذلك شدة خوفهم من الله وخشيتهم له ولما كانت معرفة الملائكة بربهم كبيرة كان تعظيمهم له كبيرة وخشيتهم له عظيمة قال تعالى وهم من خشيته مشفقون ويبين شدة خوفهم من ربهم ما رواه البخاري عن أبي هرير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً خضعاناً لقوله كالسلسلة على الصفوان كالسلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وكذلك عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تبارك وتعالى وهو كأنه ثوب بال من شدة الخوف من الله جل وعلى سبحي نفسي وصلي عند سطو العاديات فإذا القلب تنزى من تباريح الحياة رقرق نفسك دموعاً رقرق نفس دموعاً واسكو بيها في الصلاة فإله الكون يسقي للنفوس الباكيات وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة